بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن الدرس الأول لسنة 4 ابتدائي وهو موقع مصر وأهميته وطبعا الدرس ده موجه لأولياء الأمور وخاصة الأمهات أول حاجة نقولها أن القرى الأرضية أو العالم بيتكون من إيه؟ ماء ويابس الماء احنا عارفين الماء طيب اليابس ده إيه؟ اليابس ده الأرض اللي احنا عايشين عليها وموجود عليها بيتنا والمدرسة والطريق وكل حاجة طيب اليابس لما يكبر وابقى كبير شوية نسمي إيه؟ نسميه قارة يبقى القارة هي مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول داخلها ده معناه أن فيها عدد دول كتير طيب إحنا عندنا كم قارة؟ نرسم الخريطة ونشوف لما نرسم الخريطة اللون الأزرق ده كله مي طيب إيه الباقي بقى؟ الباقي ده هو اللي قرات طيب نجي نعدهم ونشوفهم أول حاجة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة يبقى أنا عند كم قارة؟ سبع قارات اللي هما إيه؟ آسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أستراليا أنتراكتيكا طيب أول تلاتة دول بنسميهم إيه؟ قارات العالم القديم طيب والأربعة الثانين دول بنسميهم إيه؟ قارات العالم الجديد طيب دول اسمهم قرات العالم القديم ليه؟ دول اسمهم قرات العالم القديم عشان الناس ايام زمان كانت عايشة عليهم بس وما يعرفوش ان فيه قرات عالم تاني يبقى ليه السبب؟ لان الانسان سكنها وعمرها منزو القدم طيب دول اسمهم قرات العالم الجديد ليه؟ عشان الناس بعد ما عاشوا شوية صنعوا شوية سفن وقالحنا عايزين نعرف اخرة البحر واخرة المية دي ايه؟ فبعد ما ريكوا بالسفن ومشوا لقوا اربع قرات جديدة يبقى لماذا سميت قرات العالم الجديد بهذا الاسم لأن الإنسان اكتشفها حديثا طيب مصر ليه بلدنا بتقع في أنهي قرات مصر تقع في أنهي قرات من القرات دو تقع مصر في قارة إفريقيا فين بالضبط أقولك في شمال شرق قارة إفريقيا في الحدة دي بالضبط طيب مصر فيها كم بحر نرسم الخريطة الأول وأول حاجة نعملها نكتب الاتجاهات بتاعتنا شمال جنوب شرق غرب الحتة دي اسمها إيه البحر المتوسط وده اسمه البحر إيه البحر الأحمر يبقى البحر المتوسط فين شمال مصر والبحر الأحمر فين شرق مصر عندنا تعريف مهم جدا اسمه الموقع الجغرافي يعني كإني بسألك أنت مكانك إيه في الفصل مكانك فين هتقول لي والله محمد قدام وزياد وراي وأشرف علي مين ومحمود على شمال هو ده تعريف الموقع الجغرافي بس هشيل كلمة أنا دي وهكتب موقع القارة أو الدولة بالنسبة للأماكن المحيطة به طيب أهم سؤال عندنا هو أهمية موقع مصر أقول له الإجابة واحد لأنها تتوسط قرات العالم القديم يعني إيه الكلام ده لو بصنا على الخريطة هللاقي مصر موجودة وسط ثلاث قرات لو العالم القديم اللي هي إيه آسيا أفريقيا أوروبا عشان كده موقعها مهم جدا طيب تاني حاجة إيه زادت أهميتها بعد حفر قناة السويس نبص تاني بسرعة على خريطة مصر ونبص هللاقي إن البحر المتوسط والبحر الأحمر ما كانوش متوصلين ببعض فالمصريين حفروا قناة وربطوا البحرين ببعض ليه يا عم عشان السفن تعدي طيب السفن ده عليها إيه أقول له عليها بضايع كتيرة جدا زي الملابس والطعام والشراب والبترول إيه البترول ده أقول لك البترول ده اللي إحنا بناخد منه البنزيم عشان العربية تمشي طيب آخر سؤال عندنا وهو مهم برضو جدا إيه اللي حصل وإيه النتائج اللي حصلت على أهمية موقع مصر أقول له الإجابة زادت الأطماع الاستعمارية في السيطرة على مصر يعني إيه الكلام ده يعني أقول إنه البلاد التانية كان نفسها تيجي تعيش مكانة وتاخد مصر من نين طيب إحنا كده خلصنا الدرس ونكتب بقى الدرس في شوية عناصر عشان نزيق 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 قرات العالم سبع قرات قرات العالم القديم هو آسيا إفريقيا أوروبا قرات العالم الجديد أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أستراليا أنتراكتكا تقع مصر في قارة إفريقيا في الركن الشمالي الشرقي البحر المتوسط في الشمال مصر البحر الأحمر في شرق مصر عندنا تعريف موقع الغرافي هو موقع القارة أو الدولة بالنسبة للأماكن الأخرى المحيطة بها أهمية موقع مصر واحد تتوسط قرات العالم القديم اتنين زادت اهميتها بعد حفر قناة السويسا الذي تربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط اخر سؤال عندي هو موقع مصر الجغرافي له اهمية كبيرة من نتائج المترطبة على ذلك ادى الى زيادة الاطماع الاستعمارية في السيطرة على مصر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم مستر عطا زكي